هل وجدت ذات يوم مبلغا من المال ملقا على الأرض؟ إذا أردت أن تعرف كيف تتصرف فيه فتعلم أحكام اللقطة فإذا علمت أن صاحبه ألقاه زاهدا فيه كحذاء قديم أو كان المال شيئا يسيرا كعشرة ريالات فلك أن تمتلكه بمجرد التقاطه وإن تصدقت به فلا بأس وإن كان مما تتبعه همة أوساط الناس فيجب أن تعرفه لمدة سنة في أماكن اجتماع الناس كأبواب المساجد والأسواق أو على مواقع التواصل ونحوها من الوسائل الحديثة وإذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها سنة ملكها واجدها ولكن يعرف صفاتها جيدة وله أن يلتقط لها صورة لضبط صفاتها قبل التصرف فيها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها إليه إن كانت موجودة أو رد بدلها إن كانت قد استهلكت أما لقطة مكة فلا يمتلكها لاقطها أبدا مهما قالت مدة تعريفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف وإن سلمها للجنة الرسمية الموكلة بحفظ اللقطة برئت ذمته ولا يقدم على أخذ اللقطة إلا من عرف من نفسه الأمانة على حفظها والقوة على تعريفها وإن كانت اللقطة حيوانا كبيرا يستطيع الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة كالجمل لم يجوز التقاطه بل يترك حتى يأتي صاحبه ويأخذه وإن كانت حيوانا صغيرا يخشى عليه من الحيوانات المفترسة التقطه وفعل الأحسن لمالكه من أمور واحد أن يأكله فإذا جاء صاحبه بعد ذلك أعطاه قيمته اثنان أو يبيعه ويحتفظ بثمنه لصاحبه ثلاثة أو يحفظه وينفق عليه من ماله فإذا جاء مالك الحيوان أخذ منهما أنفقه على الحيوان من علف ونحوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشات قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فإذا لم يأتي مالكه بعد انتهاء مدة التعريف امتلكه لاقطه كما سبق وإن كانت اللقطة شيئا يسرع إليه العفن أو الفساد كالفاكهة فإما أن يأكلها ويحفظ قيمتها لصاحبها وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها فحافظ على اللقطة فإنها أمانة والحفاظ عليها من صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون